السلام عليكم ورحمة الله التلاميذ اللي وضعوا الجواب ديال أقبل بسفة نهائية قابولي التسجيل بهذه الشعبة إذن فهناك تغيير في جدولة التسجيل بخصوص هذه الفئة من التلاميذ الذين أجابوا بجواب أقبل نهائيا هذا الاختيار فكان من المرتقب بأن هذه التلاميذ وضعوا هذه البكالوريا الأصلية في المؤسسة التي تقبلوا فيها من يوم 28 إلى من يوم 28 غشت إلى 14 تنبير فهناك تغيير في هذه البرمجة بحيث أن هناك تطور في الحالة الوبائية لجائحة كورونا فتم اعتبار الجواب التلاميذ أقبل بشكل نهائي المقترح المقدم هو بمتابة تأكيد لتسجيله بهذه المؤسسة لذا فقد طلب من هذه المؤسسات نشر اللائحة المترشحين اللي وافقوا واللي قبلوا بشكل نهائي المقترح المقدم نشر اللائحة ديالهم عبر المواقع المؤسسات المعنية على شبكة انترنت إذن التساؤل هو بالنسبة للفئة التانية التي لا زالت تنتظر قبولها بإحدى هذه الشعب أو بإحدى هذه المؤسسات هل هناك حظ لقبولهم أم لا الجواب الجواب هو أن هناك حظ كثيرة بالنسبة للتلاميذ الذين لم يتم قبولهم في أي شعبة أو حتى الذين أجابوا بالجواب الثاني وهو أقبل ترشيحي في الشعبة المقترحة وانتظار وانتظار التأكيد وانتظار فرصة أحسن في المرحلة الموالية والتي ستأتي إن شاء الله إذن هل هناك حظ بالنسبة لهؤلاء التلاميذ بالنسبة للائحة الأولى التي كانت عن التلاميذ والتي تلبوا فيها هذه هي التي تلبوا فيها الشعب والتي اختاروها تلاحظوا بأن هذا كان لغون ديالهم في القابول بهذه المؤسسات يعني كانوا في لائحة الانتظار ليش في الرقم كبير أو مثلا ربعلا فهذا لغون دياله يعني هو في الرقم الترتيبي ربعلا فو تلتمية واستين فغادي يقول ما عنديش حد إيمتا غادي تصني مثلا واش غادي يقبلوني في المرحلة الثانية أو لا هنا مثلا تلميذ عنده 11200 في الرتبة لفد الشعبة لونسي جي مثلا ديال الجديدة في اللينصام عنده ديال كازا عنده الرتبة 9,416 واش عنده الحد في هد الشعبة اللي بغاها أو للا مع العلم أنه مثلا اخذها هي عبر عليها كرغبة رابعة مثلا في اللينصا ديال برشيد هد تلميذ عنده 4381 في الرتبة دياله لينصاد هدي هنا إلا بغيتوا تشوفوا هد اللوائح هذو فما لكم إلا أنكم تدخلوا لسيت ديال توجيه نت بوان نت غدي نخلي عليكم إن شاء الله في الوصف إذن ف تلميذ اللي باخي مثلا لينصا لينصا فكيفاش غدي يعرف واش عنده الحد أو للا إذن غدي نفتحوا هد اللائحة ذي التلاميذ المقبولين في لينصا مثلا فاللينصا هذو المؤسسات التي تتواجد بها المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية لينصا ففي مدينة طنجة مثلا عدد المقاعد المطلوبة هي 340 مقعد في تطوان 330 مقعد في مراكش 300 مقعد وهكذا دواليك إلى غاية مثلا بني ملال طالبين 150 مقعد نحن سنخدم مثال بتلميذ اللي بغي يشوف واش عنده الحظ في مدينة برشيد بالنسبة لها المدرسة اللينصا المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية المدرسة فالمؤسسة عندها في العدد المقاعد اللي ممكن أنها تستقطب من 70 مقعد غادي نشوف التلاميذ هنا اللي أكدوا اللي أكدوا على الرغبة في التسجيل في هذا الشعبة واللي اختاروا هاد الشعبة هذي لحد الآن جحل كينين في list principal لهذا المقترح فإلى لحظ عدد المقاعد كما قلنا هم 70 اللي باغينهم الحد الآن كين جوز 4 6 8 10 12 13 تلميذ اللي كين إذن التلاميذ اللي باغين هاد الشعبة في برشيد اللي باغين هاد لينصا فهناك مازال مقاعد شاغرة وعندهم عندهم الحق بأنهم انتظروا ويتأملوا خير إن شاء الله في المرحلة الثانية إن شاء الله آآ غدين ناخدوا مثال مثلا ب آآ مثلا لينصا ديال مدينة أخرى مثلا غدين ناخدوا 280 مقعد للطالبة هاد المدرسة فشحل حد الآن عدد التلاميذ اللي تجلو إذن غدين نختاروا هنا لينصا ديال قنيطرا غنكليكيو على ليست فاز آآ غاي خرجوا لنا عدد التلاميذ اللي إخداتهم هاد المؤسسة إذن فإلا لاحظوا ما كاملاش ما كاملاش كما قلنا قنيطرا 280 تلميذ فهنا إلا جينا نحسبو غد يلقوا تقريبا من باوحد 60 تلميذ أو لا 70 ديال التلاميذ للحد الآن يعتبرون مسجلون رسميا في هذه المؤسسة كين أغلب التلاميذ كي يركزوا ولا مثلا لوين سجي لطالبي لوين سجي بزاف ما عليهم إلا يكليكيو هنا وغادي تخرج لهم هاد اللائحة شوف التلاميذ تلميذ أشمل مدينة لمثلا اللي بغيها من الرغبات الأولى دياله واللي غيكون عنده الحظ قريب في التجيل فيها مثلا في مدينة الضالبيضاء فلوينسي جي طالبين 500 مقعد 500 تلميذ إذن غادي نمشيو هنا في هذا لوائح وغادي نشوف لوينسي جي ديال كازا نكليكيو لها إلى لحظة فباقي ما أفشوش اللوائح يلتغير مون دونك باقي ما حطوش اللوائح ديالهم نشوف مدينة آخرى مثلا مدينة الجديدة طالبين 250 تلميذ غادي نشوف هنا حتى هي باقي محطوش اللوائح وغادي نشوف مثلا أقادير أقادير طالبين في العدد ديال المقاعد مثلا 500 ديال المقاعد دونك ففي أقادير غادي نشوف هنا شحل ديال تلاميذ كم مقناء اللي تسجلوا دونك من بين 500 ف تقريبا غادي تكون هنا واحد واحد مم با تخواص دونك ما كاملاش حتى 300 ديال تلاميذ اللي تسجلوا لأن في الغالب كل اللي سكت تقريبا 70 60 تلميذ ف هذو ما التلاميذ اللي أكدوا على تسجيل ليا لهم آآ وهكذا دواليك فتلميذ مثلا تلاميذ ليفستي لطالبين ليفستي كنشوفو أشمل المدينة اللي آآ اللي باغين ها هما تقريبا مثلا في الشعبة ديال آآ ديال مات انفوماتيك فيزيك في هاد الموضون نختارو مثلا مدينة طنجا فهما طالبين 250 كنظن هذي بقي ما في شوش لليست ديال طنجا هذي نشوفو ها هي هذي هي الشعبة اللي تكلمون عليها مات انفوماتيك بيسي فهذو هما تلاميذ للحد الان مسجلين رسميا من بين 250 تلاميذ فهنا تقريبا يلا عندنا عشرة ديال تلاميذ اللي يمسجلين رسميا وهما طالبين 250 اذا تلاميذ اللي باغين هاد الشعبة ديال طنجا اللي باغين الشعبة ديال مات انفوماتيك فيزيك فمازال عندهم الحضود كثيرة وكثيرة اه اتناو فمازال الفاكلتي بقي ما غادش بدو دابا بقي مازال الدخول متأخر اذا تلاميذ مي يقصوش ومي من لوش ويشوفو هاد الموقع بصفة منتظمة الموقع ديال توجيه نت بوان نت فهو اللي كيكون فيه جميع المستجدات وجميع النتائج ديال المباريات وديال الكونكور وديال حال هاد المدارس العليا دونك كنت من احد موفق لجميع التلاميذ اللي كان طالب الانصاد فيدخل هنا بنفس طريقة ويشوف الانصاد اللي طالب مثلا الانصام حتى هو يدخل هنا بالبطن ويشوف ويشوف هنا عدد المقاعد اللي مطلوبة مثلا في الانصام في جديا المدارس مكناس وداربيضة اللي الحد الان تجلو فهدو ما التلاميذ اللي تجلو الحد الان دونك كين اربعة ديال الصفاحات ما كعملينش كاع ثلاثة صفاحات ونصف اذا فهد التلاميذ ما كعملينش حتى تقريبا واحد مية ديال تلاميذ وهما طالبين مية خمسمية ديال تلاميذ اذا ما زال حد عند التلاميذ في شتى الشعب فغير هذي كإشارة فالتلاميذ اللي كين اللي ما غادروا نهائيا مسلسل هاد الترشيح كين تلاميذ اللي وخ تقبلو هنا فجاتهم مثلا جاتهم شعبة اخرى اللي هي احسن اللي كانوا كي انتظروها او تجنوا في معاهد بالخارج فممكن انهم حتى هم ينساحبوا يعني مثلا لكان الشعبة كيف ما قلنا خمسمية ديال التلاميذ وهما تسجلوا مثلا وحد فمن هذو اللي تسجلوا ممكن ان شي وحدين ما ما اكتفوش الانسكريبسيون ديالهم في الاخير وما يوضعوش شهادة البكالوريا وتكون عندكم حضوض في المرحلة التالتة لانا كينا مرحلة تالتة ان شاء الله وبالتوفيق لجميع التلاميذ والسلام عليكم ورحمة الله